ايه رأيك لو هتعمل حاجات بسيطة وتكون مصدر لتحقيق الربح اونلاين بالشكل ده اكيد هتقول سيماتي الكلام ده قبل كده وممكن يكون مش حقيقي لكن بأكدلك لا وهتشوف بنفسك خلال الحلقة الاستراتيجية بالكامل وهتفهم كل حاجة بالتفصيل واللي هتقدر تشتغل من خلالها وتحقق ارباح من خلق اي مجهود كبير او خبرة وهتشوف ده في الفيديو ثلاث منصات هتقدر تبدأ شغلك من خلالهم وطبعا مجنية 100% وهتدفع لك كاش على طول من غير بقى نظام النقط والتحويل والكلام ده هتاخد فلوسك عن طريق بنك بي بال او كريبتو كارنسي او سكريل او بايونير او بنك ترانسفير او هتاخد كمان جيف كاردس وتقدر ان انت تبيعها في اي موقع من الموقع اللي سبق وشرحناها قبل كده وترق دفع تانية متوفرة على حسب البلد اللي انت بتشتغل منها لو انت شغال على موقع من المواقع التلاتة دي هتقدر تحقق من 100 دولار لمتين دولار لكن هنا الجزء الاجمل بقى انك لما تستخدم التلات مواقع الدخل هيزيد معاك وهتقدر تدخل مبلغ كبير شهريا على حسب شغلك والمجهود اللي هتعمله والوقت اللي هتقضيه في الشغل ده ركز معايا وما تفوتش اي حاجة الحالة قصيرة وبالتالي كل المعلومات اللي بتعرف عنها الاستراتيجية مهمة وكمان عشان ما تفوتش حاجة مهمة في تطبيق الاستراتيجية من فضلك ما تعملش سكيب لأي جزء في الفيديو اي موقع او ادوات هنشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها تبقى موجودة في الحلقة نفسها وما فيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدوم في بلدك وبالتالي هتحتاج VPN عشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع وهتلاقي حلقة مخصصة عن انواع الVPN وتريقة الاستخدام بالتفصيل اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة ونكمل بعد الفاصل يلا بينا ندخل في الموضوع على طول ده اول موقع هتشوفه وتأكد انك تتابع الحلقة للاخر عشان هتعرف خلالها 3 مواقع مختلفة وخليك فاكر انك لما تشتغل عليهم مع بعض انت كده بتضعف الارباح بتاعتك ويفضل انك ما تكتفيش بموقع واحد بس الموقع الاول اللي هقولك عليه هتقدر تحقق منه ارباح من الوقت اللي هتقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي يعني يوتيوب امازون فيسبوك تويتر وغيره وبمجرد ما تعرف ازاي هتعمل ده عرفني في التعليقات اكتر منصة بتقضي عليها وقت وبما انك دلوقتي بتشوف الفيديو ده اقدر اضمن انك عندك شوية وقت فاضي او ممكن تكون في البيت او حتى لو ما عندكش حاجة خالص تعملها هو ده الوقت اللي هتحقق فيه ارباح من جهاز الكمبيوتر واشتغل من اي مكان وكل ده هتبدأ تعمله ببساطة من خلال الموقع ده joinupvoice.com وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك بالكامل وهتقدر من الموقع ده تنزل اضافة لمتصفح جوجل كروم وهتنزلها مجانا على المتصفح سواء بقى على جهاز الكمبيوتر او التليفون دلوقتي خلينا وريك بتشتغل ازاي اول حاجة هتعمل حساب من الصفحة الرئيسية للموقع واضغط على sign up هيوديك على الصفحة دي وهتقدر تسجل حساب مجاني على الموقع من خلال ايميل جوجل او حساب مايكروسوفت او ايميل يهو واختار منهم اللي ينسبك بعد كده عشان تملى شوية بينات وكلها حاجات بسيطة الاسم بالكامل حالة الاجتماعية تاريخ ميلاد النوع الدولة البلد وحط علامة موافقة على الشروط وفي الاخر يضغط على subme بعد الموافقة على الحساب بتاعك في الخطوة دي هتبدأ تعمل install للاضافة سواء على جهاز الكمبيوتر او على تليفونك وهتليب يوضح لك ان الاضافة دي امينة على جهازك ومش هتأثر على اداءه في اي حاجة بعد كده هتبدأ في تصفح مواقع السوشال ميديا المشاركة مع الاضاء واللي هي فيسبوك تويتر ريتيوب لينكدين امازون كل المواقع دي هتقدر ان انت تزورها وتتصفح فيها لكن المرة دي مش هيبقى مجانة وده بالتحديد اللي هتعمله هو ده هيكون شغلك اللي هتقدر تحقق منه ارباح اونلاين ولما تشتغل يوميا على الموقع هيكون العائد بتاعك يوميا ومن خلال الموقع هتاخد ارباحك gift cards سواء بقى بي بال او كريبتو كارنسي pioneer او screen يعني اكتر من طريقة هتقدر ان انت تتغير بها ارباحك على الموقع ده والفكرة كلها بسيطة انك هتعمل ولا حاجة ده فعلا مجرد زيارات لصفحات التواصل الاجتماعي ودي حاجة كلنا بنعملها طول الوقت لكن الفرق هنا انك بتتحاسب عليه لانه شغل من دمن وجودك على الموقع دي هتروح لصفحات معينة زي ما بتعمل دايما مفيش حاجة جديدة وهو ده باختصار الموقع الاول وده كل شغلك عليه مش اكتر من كده الموقع التاني برضو نفس الطريقة هتقدر تحقق منه ارباح من حاجات بسيطة تقدر ان انت تعملها او تقدر ان انت تسميها شغل لكن في الحقيقة هي ابسط من كده بكتير ودي حاجة زي متصفح جوجل كروم او فايرفوكس ده متصفح هتقدر تستخدمه وتتصفح اي حاجة من خلاله سواء بقى من التليفون او الكمبيوتر وباستخدامك العادي المتصفح هتحقق منه ارباح والفرق بينه وبين جوجل كروم ان استخدامك المتصفح ده هتاخد منه فلوس مقابل لاستخدام ومهما كان نظام التشغيل اللي بتعتمد عليه هتلاقي المتصفح مدعوم سواء بقى على اندرويد او ايو اس لو شغال على اندرويد هتروح على جوجل بلاي ستور ولو شغال على ايو اس هتروح على اب ستور الموقع الرسمي المتصفح هو brave.com وهتلاقي الاسم قدامك بالكامل ولما تروح على جوجل بلاي هتلاقي الابليكيشن قدامك مع اكتر من 800 الف تحميل والريد بتاعه عالي كمان وكمان الريد بتاعه على اب ستور التطبيق سريع وامن وهتحق ارباح من خلاله من مجرد البحث عن اي حاجة انت عايزها وعشان تنزل اي اصدار مناسب لك من الموقع الرسمي لو شغال من لابتوب او جهاز كمبيوتر هتعمل download ولو شغال من تليفونك من فوق هتقف على براوزر واختار نظام التشغيل بتاعك اندرويد او ايو اس عشان تنزل الاسدار المناسب وهيبدأ التحميل فورا وده باختصار الموقع التاني والتطبيقات الخاصة به تقدر تروح على الموقع تنزله وتجرب بنفسك الموضوع سهل الموقع التالت اللي هو qme وعلى الموقع ده هيدفع لك كاش لا نقط ولا غير يعني مش محتاج ان انت تجمع نقط وترجع تحولها على الموقع لكاش لكن الموقع بيختصر ده بنظام رائع اللي هو النظام النقدي والدفع سريع خلال 24 ساعة وتقدر تحقق ارباح من خلاله باكتر من طريقة زي البحث من خلاله ده يعتبر من طريق الشغل على الموقع وهوريك امثلة كمان شوية على الموقع لكن الخلاصة انك لما تتصفح من خلال جوجل او امازون او بينج وكمان ترجع اي باي الموقع هيدفع لك في المقابل والتطبيق موجود على play store وعلى app store الموقع بيوضح ان qme متصفح مجاني وكمان تطبيق للتليفون تقدر من خلاله تحقق ارباح من خلال مشاركة رأيك والجزء ده مقصود بيه الاستبيانات لان الموقع بيوفر استكمال استبيانات من ضمن التورق الربحية المتوفرة فيه وكمان الاستبيانات في التطبيق العائد بتاعه عالي يعني تقدر تعتمد عليه كمصدر للدخل بقرانة بالموقع اللي بتقدم نفس الخدمة وبمجرد متحق ارباح هيظهر على رصيد الحساب بتاعك وكمان هتقدر تسحب رصيدك amazon gift card او starbucks itunes او حتى على bank paypal ولو هتستخدم bank paypal اتأكد ان حسابك يكون مفاعل عشان يقدر الموقع يبعت عليه ولو هتعتمد على gift card تقدر من اي موقع شرحناه قبل كده ان انت تبيعه وتاخد الفلوس بتاعته باكتر من طريقة مناسبة في بلدك فيديوهات تقدر تحقق منها ارباح كويسة واحد ونص دولار واحد دولار وثمانين سنت مهم انك بعد ما تنزل التطبيق انك تسجل الدخول يوميا على الال اول تلات ايام محدش هيقول لك الكلام ده على فكرة غير اللي جرب التطبيق فعلا انك لما تعمل كده هتلاقي التطبيق بيوفر لك المهام الاعلى في الموقع لانك بتدخل يوميا تشتغل هنا 5 وهنا 10 دولار طبعا مبلغ مش قليل مقابل مهام بسيطة تتعامل من خلال التطبيق وكمان تقدر انك تشوف اكتر طريقة مناسبة ليك لتحقيق الربح من خلال التطبيق يعني بمجرد ما تنزل التطبيق على جهازك او بمجرد ما تعمل بحث على حاجة هتلاقي البرده ظهر قدامك وفيه نتائج وكل ما تشوف حاجة من النتائج دي هتحقق ارباح من خلالها وبرده هتلاحظ ان الضغط على اللينكات دي هيبقى مجرد سنتات وده مبلغ قليل لكن في المقابل هتقدر تضغط على عدد كبير من اللينكات دي يوميا وبالتالي هتلاقي مبلغ كويس يوميا وكل ده يكون من تطبيق واحد بس يعني لو عندك وقت فاضي يوميا تقدر تعمل سيرش على اي حاجة وكمان هتاخد فلوس بالطريقة دي والموضوع كله هيبقى سهل وهتقدر تشتغل من اي مكان ومجانا يعني مش محتاج تدفع اي حاجة عشان تبدأ الشغل ده لو قابلتك اي مشاكل في الشغل على الموقع استخدم VPN وهتلاقي الموضوع بسيط وشرحت قبل كده في حلقة عن انواع VPN واستخدامها طريقة سهلة ومش تخسر اي حاجة لما تحاول وتجرب دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة